بعد توقف دام خمس سنوات تقريباً بسبب الانقلاب والحرب وتداعياتهما استأنفت الحكومة جراءات تصدير نفط مأرب وفقاً لمصدر في شركة صافر لإنتاج واستكشاف النفط فإن شركة شرعت اليوم في تصدير أول شحنة نفط خام من حقول صافر بمأرب الخطوة التي تأخرت كثيراً يمكنها أن تشكل تطوراً جيداً يصب في خانة تعزيز الاقتصاد الوطني ورفض خزينة الدولة بالعملة الصعبة في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من ضغوط اقتصادية تلقي بظلالها السيئة على مختلف الأصعدة في منطقة رويك الواقعة في محافظة مأرب تعرضت قافلة النفط المصدر المكونة من عشر ناقلات لهجوم مباغت من عصابة مسلحة ما أسفر عن تدمير إحدى الناقلات فيما استكملت البقية طريقها إلى منطقة عياذ الواقعة في محافظة شبوة بينها ثلاث ناقلات تعرضت لأضرار بالغة ليتم بعد ذلك ضخ الكمية منها عبر انبوب النفط إلى ميناء النشيمة استعدادا للتصدير كما هو مقرر رفضت شركة OMV النمساوية التي تملك الإمارات نسبة فيها تفريغ الشحنة القادمة من مأرب في موقع التفريغ بالقطاع الرابع الذي تديره الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية هذه المستجدات تثير التساؤل عن أبعاد هذه الخطوة ودلالاتها وقبل ذلك قدرة الحكومة على إعادة تشغيل حقولها النفطية والتصدي ابتداء للتحديات الأمنية المحلية التي تعيق عملية التصدير ثم كيف يمكن تجاوز النفوذ الإماراتي عبر الشركة النمساوية خلال السنوات الماضية باقيت دول التحالف تمنع الحكومة من تصدير نفطها وهو ما جعل الشرعية مرتهنة لحسابات هذه الدول وفريسة لأطماعها التي أودت بالبلد إلى هذه المآلات القاتمة فهل سنرى توجها جديدا من جانب الشرعية لحماية مواردها النفطية وضمان حقها في استئناف عملية الإنتاج والتصدير؟